ودي طبعاً أغنية أم كلثوم متأثرة حضرتك بأغنية أم كلثوم نعم سأتحدث عنها لكني أريد أن أتحدث عن صورة الأم في رواياتي الأم التي نجردها من أنثتها نعتبرها لا ذكر ولا أنثى هي أم فقط لا هي إنسانة لها مشاعرها لها يعني تحرم نفسها من كل الأشياء وتعتبر أن حتى لزة الطعام يعني مغبونة فيها لا تعبر عن رغباتها وإذا ما تزوجها لا تتزوج من أجل أبنائها وإلى آخره وعندي أيضاً صورة الأم المستبدة في رواية الدنيا عندي صورة الأم القامعة في اسمه الغرام في أفرح يا قلبي نرى صورة للأم المقموعة الممسوحة حيث زوجها يعني هو مختلف عن سسيد في رواياتنا جيب محفوظ في رواياتنا جيب محفوظ هذا الكاتب الكبير الذي تأثرت به كثيراً والذي أحبه كثيراً هو الذكر بين الداخل والخارج داخل البيت والخارج صورته في البيت وحياته خارج البيت